بسم الله الرحمن الرحيم تسمى المثلثات التي لها الشكل نفسه بالمثلثات المتشابهة إلا أنها ليس من الضروري أن تكون لها أطوال الأضلع نفسها بمعنى أنه قد يكون مثلث أطوال أضلعه أصغر من أطوال أضلع المثلث الآخر ليس بالضروري أن يكون لها نفس الأطوال أي أن تكون متطبقة مثلا والرمز هذا اللي أمامنا الرمز هذا بيستعمل ليشير إلى تشابه مثلثين أو إلى أن مثلثين متشابهان وتكتب رؤوس المثلثات المتشابهة عادة بالترتيب تكتب دايما بالترتيب للدلالة على الأجزاء المتناظرة وده اللي هنشوفه ونتعرف عليه فيما يلي مفهوم أساسي للمثلثات المتشابهة بقول لي أننا عندنا شرطين أساسيين لتشابه مثلثين فبقول لي إذا تشابه مثلثان فإن الشرط الأول أن تكون قياسات الزوايا المتناظرة فيهما متساوية بمعنى أن يكون قياس كل زاوية من المثلث الأول لها زاوية مساوية لها في المثلث الآخر ففي المثال اللي أمامنا مثلا لاحظ المثلث الأول واللي يكون اسمه ألف باء جيم قياس زاوية ألف فيه تسعين درجة علمت الزاوية القايمة اللي أمامنا قياس زاوية باء ستين درجة وقياس زاوية جيم ثلاثين درجة والمثلث الآخر اللي عندي هو المثلث دال هاواو نلاحظ أن قياس زاوية ألف اللي هنا تسعين في المثلث الأول لها زاوية تنظرها قياسها أيضا تسعين إيش الزاوية اللي تناظر زاوية ألف هي زاوية دال لأن لهم نفس القياس أو القياس نفس تسعين ما أقدر يقول أن زاوية ألف تنظرها زاوية هاء لأن ليس لهم نفس القياس أما زاوية باء واللي قياسها ستين درجة فالمناظر لها هو زاوية هاء لأن قياسها نفس القياس ستين درجة وبالمثل قياس زاوية جين في المثلث الأول واللي قياسها تلاتين درجة يناظرها أو الزوية المناظرة لها هي زوية أو لأن لهم القياس نفسه لاحظ الشرط هذا أن لابد لكي يتشبه المثلثان أن تكون قياسات زوايا هما المتناظرة متساوية طب والشرط الآخر الشرط الثاني الشرط الثاني أن تكون قياسات أضلاعهما المتناظرة مش متساوي عكز متناسبة لاحظ في المثلثين الضلع مثلا ألف نظيره والضلع دالها لأن ده الضلع الواصل بين الزوية القيمة هنا والزوية ستين يبقى نظيره هو الواصل بين الزوية التسعين القيمة والزوية ستين فيكون دالها هل الضلعين دولهم نفس القياس أو قياسات أضلاعهما متساوية لا هذه هذه ثلاثة وهذه ست وبالتالي أستطيع أن أحصل على النسبة بينهما إما بقسم التلاتة على ستة أو ستة على تلاتة كيفما تشاء فلو جسمنا ستة على مثلا تلاتة أو تلاتة بدأنا على ستة زي ما هو هنا بادئ أهو ألف لو جسمنا على دالها تعطيك نص لأن التلاتة نص وأيضا لو جسمت الضلع باء جيم هذا على نظيره اللي هو الوتر على الوتر نظيره هنا اللي هو ستة على اتناشر تعطيك ستة على اتناشر اللي هي نص زي ما تلاتة على ستة كانت نص هذا نص وهذا نص يبقوا متساويين التناسب ده أو التساوي النسب هذا يسمى تناسب والتناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر ممكن نسبة تلتة لو شفنا الضلع التالت تلاتة جزر ثلاثة طول الضلع ألف جيم نظيره دال و لو جسمت تلاتة جزر ثلاثة على ستة جزر ثلاثة لاحظ تلاتة جزر ثلاثة على ستة جزر ثلاثة جزر ثلاثة تختصر مع جزر ثلاثة والتلاتة على ستة أيضا نص كل النسب متساوية وتساوي نص فبالتالي أستطيع أن أقول أن الشرط أن قياسات الأضلاع المتنظرة متناسبة متنسبة لأنها كلها تعطي نفس النسبة أو متساوية في النسب وبالتالي أستطيع مع تحقق هذين الشرطين أن أكتب أن المثلث الأول يشابه دي اسمها عبارة التشابه المثلث الآخر لاحظ الترتيب فما أقول مثلا المثلث دي علامة المثلث ألف بأجيم يشابه العلامة تكتب بالشكل ده أو بالشكل ده الاثنين صح المثلث ألف بأجيم يشابه المثلث دال ها واو ليه ما قلتش ها واو دال أو واو ها دال لأن زاوية ألف اللي جات في الأول تناظر زاوية دال لاحظ ألف كانت قيمة تسعين ودال تسعين طب زاوية بأ الحرف الثاني في الترتيب من ينظره لها لأن زاوية بأ كانت ستين وها ستين يبقى بأ تناظر ها وبالتالي الحرف الثالث اللي هو جيم هتجد أنه هو يناظر زاوية واو يكون الترتيب صحيح يبقى نخلص من هذا إلى شرطي التشابه الشرط الأول أن تكون قياسات الزواية المتنظرة متساوية ونركز متساوية والشرط الآخر أن تكون قياسات الأضلاع المتنظرة متناسبة أما عبارة التشابه فتعلمنا أن نحن نكتبها بالشكل اللي أمامنا ده بالترتيب الصحيح بحيث كل زاوية تكون مناظرة للتي تساويها ننتقل إلى مثال أول مثال رقم واحد بيقول لي هنا كيف يمكن تحديد المثلثين المتشابهين إزاي أحدد لو أعطاني المثلثين هل هما متشابهين أم لا بيقول لي هنا حدد ما إذا كان المثلثان الآتيان متشابهين أم لا نلاحظ المثلثين اللي أمامنا يا شباب لكي أتعرف انظر أولا هل عندك زوايا في المثلثين أم أطول أضلاع يطرى هاستخدم الشرط الأول لإثبات التشابه ولا الشرط التاني يكفي شرط منهما للتشابه المثلثين إما أن تثبت أن القياسات الزوايا المتناظرة متساوية أو أن تكون قياسات الزوايا المتناظرة غير متساوية فهما المثلثين غير متشابهين أو الشرط التاني عن طريق تناسب الأطوال الأضلاع أو قياسات الأضلاع ونلاحظ أن المثلثين ما عندي غير زوايا فبالتالي هبحث هل كل زاوية من المثلث الأول لها زاوية تساويها في المثلث الآخر نشوف كده المثلث الأول اسمه ألف باء جيم أمامنا لاحظ زاوية ألف 57 درجة وزاوية جيم 57 لكن زاوية باء مجهول أستطيع أن أحصل عليها من المثلث تعلمنا أن أجمع قياسات زوايا المثلث 180 درجة فأقول المثلث ألف باء جيم إلا أمامي فيه زاوية اللي هي قياس زاوية باء نقصة أستطيع أن أحصل عليها أقول له قياس حرف القاف قياس زاوية تعلمت الزاوية باء يساوي إزاي أحصل على زاوية نقصة في مثلث معلوم فيه زاويتين عن طريق قياسات الزاوية اللي هي معروفة 180 في المثلث ناقص الزاويتين المعلومتين 57 زائد 57 أكتبها على الحزب بالشكل ده 180 ناقص وافتح قوس واكتب 57 زائد 57 وسكر القوس والناتج على الحزب هيساوي 66 درجة إلا أنا علمت كده بالشكل ده أنه وصلت أن قياس زاوية باء لاحظ 66 درجة طيب والمثالث الآخر بقول لي هنا لاحظ في الشكل قياس زاوية وامت وامت 66 درجة وقياس زاوية دال لاحظ العلامة هادي العلامة هادي معناها أن قياس زاوية دال مساوي لقياس زاوية ها طيب مثلث دا بالشكل دا معلوم فيه زاويتين متطابقتين وزاوية معلوم قياسها بالتحديد 66 كيف أحصل عليها؟ طريقة تعلمناها في صفة ثانية متوسط لاحظ أن المثلث دال ها واو فيه شوف قياس الزاوية اللي اسمها دال يساوي قياس الزاوية اللي اسمها ها طيب وكل واحدة تساوي كم بالضبط كم درجة لاحظ الطريقة أو المئة وتمانين في المثلث ناقص الزاوية المعلومة 66 درجة هقسم دا على الزاويتين دال وها بالتساوي يعني الباقي من المئة وتمانين هقسمه على ثلاثmm اللي هم قياس الزاويتين المتساويتين بالحسب هتجد أن قياس الزاوية دال يسوي 57 درجة كما أن قياس الزاوية أيضا ها يساوي 57 درجة لاحظ 57 سبعة وفمسين. انظر الى المثلثين تجد ان كل زاوية لها زاوية تنظرها تسوية. يعني مثلا جيم تساوي زاوية دل سبعة وخمسين. او او اه درأول جيم تساويها. والف تساوي دل او تساويها. يبقى في زاويتين هنا. كلا هما يساوي زاويتين في المثلثة العقلقة. والزاوية بقى تساوي الزاوية واو ستة وستين. بالتالي تحقق الشرط اللي بقول ايه يا شباب لاحظ بما أن قياسات الزوايا المتناظرة متساوية شرط تحقق أن الزوايا المتناظرة متساوية بالتالي أستطيع أن أكتب عبارة تشابه والمثلثين بالفعل يكونوا متشابهين مع مراحظة الترتيب الصحيح فمثلا لو قلت المثلث وليكن ها وودال أقدر أن يشابه فعلا المثلثين متشابهين ليه؟ طالما أن القياسات الزوايا المتناظرة متساوية إذن أستطيع أن أقول أن المثلث الأول يشابه المثلث الأقل لكن يجب كتابتهم بالترتيب هو زاوية ها مين كانت بتساويها ها دي 57 تساوي مثلا أقول يكون زاوية ألف أه أستطيع أن أقول ألف صح طب زاوية واو من اللي كان بيساويها زاوية واو 66 أه أستطيع أن أقول اللي بيساويها زاوية با يبقى ألف با بالترتيب الحرف التالي الدال أكيد يساوي الحرف المتبق من المثلث ألف با جيم وبالتالي لو لاحظت هتلاقي زاوية دال فعلا كانت 57 وزاوية جيم 57 وبذلك أكون حددت من المثلثين متشابهين وقدمت التفسير أو التبرير لذلك اللي هو أن قياسات الزاوية المتنظرة متساوي وانتقل لمثال بعد المثال للتحقق من فهمنا مثال ممكن يعطيك معلومات عن المثلثين بدون رسم تستطيع أن أنت تحل بدون رسم فمثلا بقول لي في تحقق من فهمك حدد ما إذا كان المثلث ألف با جيم الذي فيه المثلث ألف با جيم معلوم فيه قياس زاوية با 68 وقياس زاوية با تساوي قياس زاوية جيم وفيه زاويتين متساويتين أستطيع أن أحصل على قياس كل منهم زي ما شفنا في المثال اللي رأى حدد هل المثلث دا يشابه المثلث دا الهاء فاء الذي فيه أو حيثه قياس زاوية هاء في المثلث هذا وفيه متساويتين وقياس كل منهما سبعة وخمسة أسف أربعة وخمسين درجة كيف يمكن ذلك أستطيع أن أحصل على كل الزاوية في كل المثلث وأقارنهم هل هم متساوين أم لا فمثلا لو قلت المثلث وبدأت المثلث مثلا ألف با جيم اللي أعطاهني تلاحظ أن فيه قياس زاوية ألف 68 وقياس با يساوي قياس جيم زاويتين متساويتين أستطيع أن أقول أن المثلث دا فيه قياس الزاوية النقصة اللي هي زاوية با تساوي قياس الزاوية جيم باعتبارهم زاويتين متساويتين يبقى 180 في المثلث ناقص 68 اللي هي زاوية ألف المعلومة تقسيم كم يا شباب؟ 2 على الزاويتين جيم وبا المتساويتين يطلع الناتج 56 درجة يبقى كده أصبح المثلث عندي لاحظ اهو زاوية ألف 68 با 56 جيم 56 درجة أمتقل للمثلث الآخر المثلث دال ها فا فيه أشوف كده المثلث دا فيه إيه؟ فيه قياس زاويتين كلاهما 54 درجة أستطيع أن أحصل على قياس الزاوية المتبقية وهي زاوية دال زاوية دال ها تساوي إيه شباب إذا علم في المثلث الزاويتين أستطيع أن أطرحهم من 180 180 ناقص 54 اللي هي زاوية فا وزاويتها زايد 54 أخرى لأن الزاويتين كلاهما 54 أحسب دا على الآلة الحسبة بالاستعمال الأقواص كما هو مكتوب أمامك تحصل على أن الزاوية 72 درجة وبالتالي أستطيع أن أكتب هنا في المسألة أن عندي قياس الزاوية وليكن مثلا دال قياس الزاوية الدال يساوي 72 درجة لاحظ الزاوية هنا 54 وهنا 54 والزاوية الثلاثين هل في المسألة فيهم قياس لكل زاوية في الأول مساوي لقياس لزاوية في الآخر لا لاحظ أستطيع أن أقول بما أن قياسات الزاوية المتناظرة هل هي متساوية هنا 68 مثلا هل في زاوية هنا 68 في المسألة الثاني لا في زاوية 56 هل لها زاوية مناظرة لها تساويها 56 هنا لا وهكذا وبالتالي قياسات الزاوية المتناظرة غير غير إيا شباب غير متساوية غير متساوية وبالتالي الزاوية غير متساوية أستطيع أن أنا أقول أن المثلثين غير متشابهين يبقى إذن حددته المثلثين غير متشابهين أنتقل إلى كيفية استعمال المقارنة بالنسب أطوال الأضلاع المتناظرة ممكن يجيني أطوال أضلاع وما يجيني زاوية فبالتالي أستطيع أن أحدد إذا كان المثلثين متشابهين أم لا باستعمال أطوال الأضلاع المتناظرة مثال رقم 2 واللي حدد ما إذا كان المثلثين أتيان متشابهين أم لا نلاحظ المثلثين اللي عندي متداخلين بمعنى المثلث زاي فا سين الكبير هذا أطوال أضلاعه 9 والضلع هنا لاحظ هذه معنها فا سين كله 12 وزاي سين كله 15 يبقى المثلث الكبير أضلاعه 9 و 12 و 15 طب في مثلث آخر صغير لاحظ هذا أطوال أضلاعه الاسم صاد واو سين وإن قائم الزاوية في واو وهذا قائم الكبير قائم الزاوية في فا فهذه زاوية مناظرة لهذه وأستطيع أن أثبت التشابه هذا من عدمه بالزواية لاحظ الزاوية دي تسمى زاوية مشتركة يعني زاوية سين في المثلث الصغير هي نفسها سين في الكبير وبالتالي عندي زاوية قائمة وناظر زاوية قائمة تسويها وزاوية سين في الصغير تسوي الكبير وعندين حاجة اسمها نظرية الزاوية الثالثة درسناها قبل كده في الفصل الدراسي الأول إن إذا كان في زاويتين في مثلث تساويان زاويتين في مثلث آخر فالتالثة تساوي التالثة أو أستخدم الزاوية الأضلع مباشرة نكمل بالأضلع عند أضلع المثلث الثلاثة معلومة ثلاثة واربعة وخمسة لو إني مثلا طمصت المثلث هذا مثلا وتخيلت أنه هو مش موجود هنا كده واستخرجته في مكان آخر وليكن هنا واو صعد سين أضلعه أربعة وثلاثة وخمسة وتخيلت أن هذا مش موجود والمثلث الكبير أمامنا يا شباب والأضلع هذي مش معنا يبقى أستطيع أن أنا أنظر للمثلثين بالشكل ده لاحظ أستطيع أن أنا أستخدم أطول الأضلع المتنظرة وأبدأ بالتقسيم وحاول دايما تقسم الأضلع بالأضلع المناظرة لها كيف أعرفها أكبر ضلع على أكبر ضلع أكيد أكبر ضلع في المثلث ده ينظر أكبر ضلع في المثلث الآخر فلو إني مثلا كتب لاحظ أخذت من المثلث المثل الأكبر دايما يفضل عشان تقدر تحسب القسمة لو زهنيا لو أخذت مثلا سين زي الضلع سين زي طوله كم 15 لو جسمته على المناظر له اللي هو سين صوت اللي هو أكبر ضلع اللي هو الوطر في المثلث الآخر هتقسم 15 على المناظر له 5 15 تقسم 5 تسوي كما الحزبة 3 طيب أروح للضلع اللي بعد اللي أقل من الـ 15 هنا الـ 12 يبقى بدأت بالكبير ثم الأقل من 12 الأقل من الـ 15 12 والأقل من 5 4 يبقى أنها أقسم الـ 12 مع الـ 4 اللي هو الضلع مين اللي هو الضلع سين فا تقسيم الضلع المناظر له سين واو يعني أقسم 12 سين فا على سين واو 4 و 12 تقسيم 4 الحزبة تعطي 3 إلى الآن النسبتين الأولى والتانية متساويتين النتج 3 هنا وتلاتة هنا طيب أكمل لسه بقى نسبة النسبة الثالثة أصغر ضلع هنا كان مين كانت 9 على أصغر ضلع هنا كانت 3 يبقى لو قسمت الضلع فا زي على الضلع واو صاد هقسم 9 على 3 تجد أن الناتج يساوي 3 أيضا لاحظ هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 يعني النسب كلها متساوية وطالما إن النسب كلها متساوية يبقى بما أن الأضلع الشرطة ها استخدمت الأضلع المتناظرة هل هي الأضلع متساوية هل الضلع 9 مثلا يساوي 3 لا هل الـ 12 يساوي الأربعة لا ولكن الأضلع المتناظرة إيش يا شباب أعطت نسب متساوية اللي بنسميها تناسب أو الأضلع المتناظرة متناسبة وركز على كلمة متناسبة يبقى بالتالي أستطيع أن أنا أقول إن المثلثين إذن المثلث الأول يشابه المثلث التاني طيب كيف أكتبها ممكن أكتب أهو عبارة التشاب أكتبها بالعرب أو أقول له خلاص لو بالترتيب الصحيح طيب متشابهين المثلث الأول يقول لكم زايفا سين أستطيع أن أقول يشابه ابدأ هنا ركز كده زايفا لاحظ زايفا بدأت مين بالتسعة الصغير ابدأ بالصغير اللي هو التلاتة وبعدين زايفا سين زايفا سين روحت كده التسعة وبعدين اللي أكبر منه الاثناش يبقى هروح للتلاتة واللي أكبر منه وبشراتا للأربعة تبقى القراءة صاد واو سين صاد واو سين يبقى المثلث الأول يشابه المثلث الثان للتحقق من فهمنا أستطيع أن أنا أنتقل إلى الفقرة اللي بتقول تحقق من فهمك رقم اثنين والحدد ما إذا كان المثلث ألب باء جيم والذي فيه ألب باء ستة وباء جيم ستاش وألب جيم عشرين لاحظ أطول الأضلاع الثلاثة في المثلث معلومة يشابه المثلث عين كاف لام حيث والأيضا المثلث الآخر عين كاف ثلاثة وكاف لام تمانية وعين لام تسعة لاحظ أنا مش محتاج رسم أطول الأضلاع للمثلث الأول كلها معلومة والثاني أستطيع استخدم الأضلاع المتناظرة أشوف هل هي متناسبة أم لا فبالتالي لو بدأت الحل مباشرة ابدأ بمثلا أكبر ضلع من الأول أو أصغر ضلع كيف ما تشاء ولكن أكبر الأضلاع في الأول يقسمه على أكبر الأضلاع في الثاني لاحظ بدأت بألف جيم عشرين أكبر واحد هنا عين لام تسعة يبقى أسمه على عين لام يعني هقسم عشرين على تسعة عشرين لا تقبل القسم على تسعة ولكن توطع الحزب تقريبا اثنين واثنين من عشر ده ناتي طيب نروح للعيد ضلع اللي أقل منه اللي أقل من العشرين هنا كان مين الستاش واللي أقل من التسعة كان التمانية يبقى بالتالي لو كتب باقي جيم هقسمه على كاف لام يعني هقسم ستاشر تقسيم تمانية هادئ على الحزب أو زهنين توط اثنين بالضبط من غير ما أكمل كده المثلثين بالشكل ده مش متشابهين لعدم تناسب الأضلاع المتنظرة ولكن لو كملت فقط للتدريب ألف الضلع المتبقي اللي هو هذا على المتبقي هنا عين كاف يعني هقسم ستة على تلاتة تجد الناتج يساوي اثنين لاحظ هنا اثنين اثنين والنسبة التالتة مش مساوية لهم لاحظ هذي اثنين واثنين من عشر وبالتالي بما أن أطوال الأضلاع المتنظرة غير متنسبة لاحظ بما أن الأضلاع المتنظرة ما لها متنسبة هل النسب كلها نفس الناتج لا هذا مختلف هذي اثنين واثنين لكن هذي اثنين واثنين من عشر يبقى معنا كده الأضلاع المتنظرة غير متناسبة وبالتالي يبقى اذا المثلثان غير متشابهين بعد ما تعلمنا كيفية تحديد هل المثلثين متشابهين أم لا بإمكانك بإمكانك استخدام قياسات الزوايا المتنظرة هل هي متنسبة أم لا ممكن يعطي لك مثلثين ويقولك أنهم متشابهين وبعض العناصر تكون مجهولة فيه سواء كانت قياسات الزوايا أو حتى أطوال أضلاع أستطيع أن أنا أوجد قياسات العناصر المجهولة بشرط يكون المثلثين متشابهين فيمكنك استعمال التناسب لإيجاد قياسات العناصر المجهولة لو كانت أضلاع واستخدام الزوايا المتنظرة لو كانت الزوايا المجهولة أو العناصر المجهولة الزوايا عندما تكون بعض أطول الأضلاع المثلثات المتشبهة معلوم مثال لتوضيح ذلك بقول لي هنا في المثلثين اللي أمامي أوجد قياسات العناصر المجهولة في المثلثين المتشابهين طالما المثلثين المتشابهين يبقى أكيد قياسات الزوايا المتنظرة متساوية وللتأكد من ذلك عندي زاوية 38 ليبقى هي في زاوية تنظرها 38 ليكاب مساوية له 82 جيم تساوي راع 82 قياس زاوية مثلا ألف 60 قياس زاوية لام 60 يبقى الشرط الأول متحقق كاملا لو إن زاوية ألف هذه مثلا مثلا مجهولة وهو المثلثين متشابهين يبقى أكيد ألف اللي بتنظرها مين لام يبقى لام معلومة 60 يبقى زاوية ألف تكون ب60 أيضا لو إنها مجهولة تساوي لام وتكون كده أوجدت عنصر مجهول لكن الزاوية معلومة وبالتالي أنظر للأضلاع الواصل بين 82 والسابعة هنا نظيره الألف الألف شرطة تعلمناها في نظريات ومعناها إشارة إلى طول الضلع باء يبقى ألف شرطة مجهول و شرطة مجهول لكن في ضلع 12 ونص وأطول أضلاع المثلث الآخر الثلاث موجودين ومعلومين يبقى نهاد طر استخدم التناسب لأن طالما المثلثين متشبهين فأكيد أطول أضلاعهم المتنظرة ما لها شباب متنسبة طالما الأضلاع المثلثين متشبهين يبقى أطول الأضلاع المتنظرة متنسب عشان كده هناخد بالنا ونقول بما أن المثلثين متشابهان فبالتالي لاحظ هبدأ أكتب تناسب ثلاث نسب متساوي إيه النسب المتساوية أبدأ مثلا المثلث الأكبر وركز ألف شرط مجهول ألف شرط من نظيره هنا الواصل بين نفس الزاوية 82 38 نظيره هنا 7 يبقى ألف شرط على 7 يساوي لو أخذت مثلا 12 ونص الواصل بين الزاوية 82 و60 يبقى نظيره الواصل بين 62 و68 اللي هو رأ لام على 5 لاحظ أنا كتبت التساوي ليه لأنهم متشابين بأكيد أطول أضلاع المتناظرة متنسبة يعني أكيد النسب كلها لازم تكون مساوية البعض بقى عندي جيم شرطة ممكن أعمل خطأ كده عن تعامد وأقول مثلا لو بدأت وقمت آيل تساوي 8 على جيم شرطة لاحظ أخطأت ليه أنا دايما بدأ منين اللي في البسط من دايما اللي في البسط عناصر المثلث الكبير أو أضلاع المثلث الأكبر يبقى هنا في خطأ يبقى يجب أن أنا أخد بالي وركز لازم أبدأ منين يا شباب دايما من المثلث الأكبر وكون مركز يساوي جيم شرطة من الكبير على الصغير على 8 طيب إزاي أوجد الألف شرطة أو الجيم شرطة العناصر المجهولة من هذا التناسب تعلمنا حل التناسب في تاني متوسط قلنا يا شباب دايما ممكن تستطيع أن أنت تاخد النسبة المعلومة دايما مع اللي فيها ألف شرطة هذا وتتخيل أن دا مش موجود أن مثلا دا مش موجود تخيل أنه مش موجود وهحل التناسب أهو إزاي أحل التناسب دا في خطوة واحدة دايما نبدأ وأقول يساوي خط كسر وهعمل عملية ضرب بالمقص العنصرين العددين اللي جاب البعض ومعروفين هدول اضربهم في بعض يبقى سبعة فتناشر ونص وجسم دايما على العنصر أو العدد المقابل للمجهول اللي هو ألف شرط دايما اللي جاب للألف شرطة دا هنجسم عليه احسب دي بالحزبة تجد أن ألف شرطة تساوي سبعتاش ونص وبتالي يكون عرفت عنصر من العنصرين المجهولين لو رجعنا تاني لكتابة اللي كنا كتبينه هنا لاحظ كان عندي جيم شرطة على تماني لو أردت أن أنا أحل مثلا التناسب الآخر ممكن أخذ لاحظ نفس الكلام أو النسبة المعلومة معل فيها جيم شرط وتستطيعنا تكتب جيم شرطة مباشرة تساوي مين في مين أهو تمانية في اللي أبل عيب تمانية في اتناشر ونص تقسيم مين اللي جاب للجيم شرطة اللي هو مين خمس تحسب دي بالحزبة تجد أن جيم شرطة هتساوي عشرين وبذلك أكون وصلت للعناصر المجهولة أصبحت معلومة طول الضلع جيم شرطة عشرين وطول الضلع في شرطة سبعة عشر ونص انتقل لفقر التحقق من فهمك بقول لي هنا هو أوجد قياسات العناصر المجهولة في المثلثين المتشابهين المثلثين يا شباب المتشابهين لاحظ أنا ممكن أقوله بما أن المثلثين لاحظ أهم شيء متشابهان يبقى أكيد قياسات الزوايا المتنظرة متساوية هل في زوايا مجهولة لاحظ زوايا هنا 43 هنا 43 هنا 87 هنا 87 هنا 50 يبقى يجب أن الزوايا الثالثة تكون 50 هنا عملي سين مجهولة يبقى نقدر أقوله مباشرة الزوايا قيمة سين تساوي 50 درجة وده مباشرة من الزوايا المتنظرة اللي بتكون متساوي طيب في أضلاع مجهولة نعم في ألف شرط لاحظ هكتب تناسب تناسب سلاس ليه لأن المثلث ليه تلت أضلاع يبقى ألف شرط على مين نظيره ركز الواصل بين 43 وسين اللي هي خمسين يبقى الواصل بين 43 وخمسين عشر يبقى ألف شرط على عشر يساوي مين على مين 24 على تمانية ليه 24 مش على سبعة لأن 24 واصلة بين 43 و87 يبقى نظرها الضلع الواصل بين 43 درجة و87 اللي هو 8 يبقى على 8 وأكيد الضلع التالت المتبق اللي هو بقى شرط هيكون على 7 حل التناسب سريعا مرة أخذ هذه لاحظ مرة دول مع بعض كده وحل كأن دي مش موجود عندي خالص كأن ده مش موجود يبقى لو حلت ألف شرط هيساوي مين في مين على مين يا شباب أهو ألف شرط اللي أباله هقسم على 8 أهو مقسم عليه تحت ولا 10 تنضرب في 24 تحسب دي بالألع الحزبة يعطي لك ألف شرط يساوي 30 ده طول الضلة ألف شرط بالنفس الطريقة أستطيع أننا أخذ النسبة المعلومة لـ 24 تمانية مع الباق شرطة على 7 وأحل التناسب هذا لاحظ الباق شرطة تساوي يا شباب مين في مين على مين تقول اللي أبال باق شرطة ده هقسم عليه 8 أما العنصرين اللي بالمقص الجهة اللي هي سين شرطة هسف زاوية سين كانت بالنسبة لي مجهولة وطول الضلة ألف شرطة أصبح بالنسبة لي معلوم وطول الضلة بق شرطة اللي كان مجهول هادي الثلاث أشياء اللي كانت مجهولة أوجدتها عندي أنتقل لمثال من واقع الحياة بنستخدم في حل التناسب أيضا باستخدام المثلثات المتشبة بقول لي هنا أراد سلطان قياس ارتفاع سارية العلم اللي مرسوم أمامنا دي فوقف بجانبها هو نفسه سلطان ووقف بجانب سارية العلم إذا علمت أن طول سلطان متر وخمسين سنتي خمسين سنتي يعني مصف متر يبقى معناها واحد متر ونص لذلك هتلاحظ مكتوب هنا عن رسم واحد ونص متر طيب وطول ظله ظله مين الهق دي عائدة على سلطان ظل سلطان على الأرض الظل النتيجة سقوط أشعة الشمس على الشخص أو أي شيء يكون له ظل فبالتالي طول ظله على الأرض ظل سلطان هنا ظله على الأرض طول كم ستين سنتيمتر يعني ستة من عشرة طول ظل السرية على الأرض السرية هي مرسومة سرية العالم ظلها على الأرض طول وكم في هذه اللحظة أو في تلك اللحظة متران واربعين سنتيمتر باتنين واربعة من عشرة متر فما ارتفاع السرية بارتفاع السرية ده مجهول لاحظ أن نحن نستعمل أشعة الشمس أشعة الشمس هي اللي بتسبب الظل على الأرض فأشعة الشمس لو إنها بتكون ساقطة على أي شيء بالشكل ده بتسبب الظل فبالتالي ده لو اعتبرنا شعاع من أشعة الشمس مع شعاع اللي بيضع هذا تلاحظ المثلسات دي بتكون مثلسات متشبهة فأشعة الشمس لاحظ المعلومة دي تشكل مع أي شيء مع سرية العالم ومع الشخص مثلا مثلسات متشبه ليه لأن زاوية تسقطها وبالنسبة لأشياء دي الزوية دي هتكون زاوية كلها متساوية والتالي يكون مثلسان متشبه طيب هنتعلم معلومة كده على جنب دايما عود نفسك لما تحب تعمل تناسب زي ده وتحله دايما طول الشيء أو ارتفاع احفظها كده الطول على الطول يعني الشيءين اللي عندي طول شخص مثلا وطول السرية يساوي طول الظل للأول على طول الظل للثان يعني معلومة كده في زهنك وتقدر تستخدمها مباشرة للحل فمثلا لو كتبت وفي زهن هذه المعلومة اه وليكن سرية العالم طولها كام سين مجهول على الطول طول الشخص اللي هو كام اه واحد ونص متر تساوي طول الظل اللي الاول اللي هو السرية اللي هو كام الظل على الظل اثنين واربعة من عشرة هذا الظل على الظل يبقى اثنين واربعة من عشرة على ستة من عشرة وزي ما تعلمنا من شوية كيفية حل هذه التناسبات مرة علينا قبل كده فقدر اقول سين وهو سين ده اللي هو مين اه اللي هو ارتفاع السارية متنساش يساوي ايه على ايه ضرب التبادل اهو يبقى هنا واحد ونص ضربة اثنين واربعة من عشرة واجسم على المقابل السين المجهولة اللي هو ستة من عشرة استعمل حسبتي اجد ان سين تساوي ستة متر اللي هو ارتفاع سارية العلم وهو ده اللي كان مطلوب عندي ارتفاع الساري وبذلك نصل الى نهاية الدرس اليوم الواجب امامنا بيقولي هنا في السؤال الاول والثاني حدد ما اذا كان كل زوج من المثلثات التالية متشابهين ام لا وبرر اجابتك زي ما شرحنا في الدرس ازاي تحدد هل هتستخدم الزوايا ولا هتستخدم الاضلاع موجود حسب الرسم مثال تطبيقي اشجار ترغب مريم في ايجاد ارتفاع شجرة في حديقتها طول ظلها للشجرة متران وخمسة وستين سنتيمترا فاذا كان طول مريم متر وخمسين سنتيمترا يعني متر ونص وطول ظلها اللي هي مريم الهاق عيدة على مريم في تلك اللحظة خمسة وسبعين سنتيمترا يعني خمسة وسبعين من مية مترا فما ارتفاع الشجرة سميه عين سميه فاء واستخدم تناسب اللي قلنا عليه من شوية طول عالطول يسوي طول الظل عالطول الظل حل التناسب هتصل الى ارتفاع الشجرة وبذلك نصل لنهاية درسنا ونراكم في فيديو لاحق للدرس التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته